اهلا بكم على قناة مرجانة فن وصفتنا اليوم حلق كرامل لكن هذا المرة بذوق القهوة لعشاق القهوة وكريم كرامل هذا الوصفة لكم تابعوا معي الطريقة على النار ناخد كوب سكر مع ملعقة كبيرة من الماء ونحضر الكرامل بعد ما يرجع لونه بني نوخره من فوق النار ونفرغه في كؤوس تحضير ناخد اناء اخر به كوبين من الحليب على النار مع ثلث كوب سكر وملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوابان او تقدر تحطي مباشرة كوبين من القهوة بالحليب الجزائرية العادية لنحضرها في كل بيت جزائري نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا ثم نضحها جانبا تبرد ما لازمش تخلي الحليب يغلي ناخد اربع حبات بيت خلطهم جيدا ثم نضيف عليه خليط القهوة السابق ونواصل الخلط من بعد هنصفيه من اي شوائب البيت باش نتحصل على خليط صافي ونظيف فوق الكراميل السابق وعلى كؤوس تقديم نفرغ الخليط بهدوء انا استعملت الصفاية نضع الكؤوس باناء او صينية بها ماء ساخن والى الفرن 40 دقيقة على 160 درجة مئوية ثم بعدها ننقلها الى الثلاجة ليلة كاملة والان خليكم مع بقالة اليوم وصفتناها هي جاهزة قدميها بألف عافية كنت حدرت معكم كريم كرامي الاخر ناجح وبدون ثقوب في الوسط جربوه اكيد رح تعجبكم الوصفة خليكم الوصفة اخر الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ومتابعتي على الانستغرام مرجونا فن صحف تاركم